ورجعنا حضراتكم وشاهدين الكرام ودلوقتي هنتكلم معنا استخدام الفيسبوك كأداة علمية وحنتكلم ازاي ممكن نستخدمه فيه التعليم الفيسبوك ما بقاش شبكة تواصل الابتماعي وبس ما بقاش تسلية وترفيه وما بقاش ان احنا طول النهار نقعد نتكلم وخلاص لكن ممكن نستخدمه كوسيلة للتعليم بشكل كويس جدا ازاي ممكن نستخدمه كوسيلة تعليمية اولا نازل نبقى عارفين الميزة النسبية المهمة جدا للفيسبوك وهو انتشاره مفيش حد دلوقتي يعني الى حد كبير جدا 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 ما عندوش حساب على الفيسبوك او اكاونت يعني بيتعامل مع الفيسبوك سواء طلاب سواء مدرسين سواء اولياء امور كل اللي في البيئة المدرسية بيتعامل مع الفيسبوك طيب ممكن نعمل ايه بقى من خلال فيسبوك ممكن اولا ننشئ صفحة بالفيسبوك الصفحة دي مثلا خاصة باولياء الامور في الفصل الدراسي ونبدأ نتشار مع بعض في امور الفصل الدراسي في امور الواجبات ايه اللي حصل النهاردة في مادة العربي ايه اللي حصل في مادة دراسات حد عنده مصدر لمعلومة كويس حد عنده لينك كويس يقدر يساعد في المادة الدراسية بيحطه التعليم التعاوني او ان احنا بنبقى فرصة للتعاون ما بين المعلمين وبين اولياء الامور وما بين الطلاب في التواصل لانجاز فكرة التعلم من خلال الانترنت او من خلال السوشال ميديا زي ما حضراتكم شايفين كده طيب ازاي نستفيد من ادارة من اداة الاماكن من اداة الاماكن والمواقع الجغرافية او الplaces احنا دي ممكن نوظفها ان احنا نخلي المتعلمين يتعاملوا مع الخرايط لتحديد الاماكن القريبة والدول اللي ممكن حتى كمان يبقى فيها فرص منح الحدراسية بعد كده او فرص للتعلم التواصل الاطلاعي جديد من خلال ان احنا نعتبر موقع الفيس بوك هو موقع رائد من مواقع التواصل الاجتماعي وعندنا ساحة كبيرة جدا للنقاش ولقاء للثقافات المتعددة واللغات المتعددة فممكن نعرف الفرص الجديدة في التعليم ونتطلع على الصفحات التعليمية الجديدة كل يوم اكيد فيه الاف الصفحات التعليمية الجديدة ممكن نطلع عليها طيب عايزين نتائج افضل من كده ممكن نعمل ايه ممكن زي ما قولنا ننشئ مجموعة خاصة متعلقة بكل مادة دراسية ما بقتش مجموعة عامة لكن كل مادة حاجة خاصة بالدراسات حاجة خاصة بالعلوم حاجة خاصة بالعربي ده يبقى كويس جدا بعد كل حصة دراسية ممكن المعلم يستعين بالفيسبوك ويوضح ملاحظاته او يوضح مراجعته بعد كده التعليق على صورة ما او منشور او فيديو له علاقة بدرس معين الفيسبوك كمان وسيلة لمنقشة وتبادل الافكار سواء قبل الحصة دراسية او بعدها كمان الاعلانات ممكن تبقى وسيلة مهمة جدا للاعلانات ممكن تبقى كمان وسيلة للمحاضرات للقاءات لاعلان عن تأجيل اختبار الطلب واجب معين تكليف مهمة معينة تلخيص مهمة معينة في الدرس كل ده اعلان من خلال الفيسبوك الاستفادة من اداة المناسبات او الـ events ان احنا نعمل event معين انه مثلا امتحاناتنا هتبقى في يوم كذا فنعمل event ان الامتحانات من يوم كذا او تاريخ احضار واجب معين فنعمل event ان تاريخ الواجب هيبقى كذا كل ده ممكن يساعد جدا 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 ان الطالب ما ينساش ويبقى بنفس الفكر اللي هو يعني عايش بيه في حياته متواصل كمان من خلال السوشيال ميديا على المدرسة وعلى المعارف والمعلومات اللي داخل المدرسة تعلموا لغات الاجنبية ممكن طبعا يتكلم مع ناس بيتكلموا اللغة باصلها اللي بيعرف اسباني اللي بيعرف ايطالي اللي بيعرف انجلش كل المواد دي ممكن كل اللغات دي ممكن يطلع على فيسبوك ويتعرف على ناس من الدول دي ويبدأ يتكلم بلغاتهم فممكن يقاوي اللغة عنده بشكل كبير جدا التواصل مع اولياء الامور زي ما قلت الحضراتكو ده مهم جدا وفي بعض المدارس دلوقتي مهم عندها قوي ان يبقى ليها صفحة رسمية طبعا ده منعا يعني للشائعات والقيل والقال والحاجات دي واي برضو احداث معينة اي مواد دراسية اي حاجة معينة بتبقى من خلال صفحات على مواقع التواصل الابتماعي ومنها الفيسبوك اخر حاجة تحفيزه طلاب تنمية الدفعية نحو التعلم وده زي ما قلنا كده ممكن زي ما الفيسبوك دايما بنقول لي فيه سلبيات طبعا فيه ايجابيات وممكن يبقى وسيلة تعلمية مهمة جدا ممكن من خلال تفاعل متعلم مع الفيسبوك يلاقي صفحات تعلمية كتيرة جدا ويلاقي معلومات مهمة جدا ويلاقي ناس متخصصين ممكن يشرحوله كل حاجة متعلقة بالمواد الدراسية في السنة الدراسية اللي هو فيها كده خلصنا كلامنا عن استخدام الفيسبوك كوسيلة او كأداة تعلمية هنروح دلوقتي للفاصل سريع وهنرجع مع كيفية تعامل المدرس مع طلاب وانتظره